اشتركوا في القناة انه لقاء عن صورة كريمة وهي منكسر صور القرآن الكريم الا انها من اعظم الصور اجرا واكثرها عند الله ثوابا من قرأ هذه الصورة زهبا وجائيا حصلت له كرامة عجيبة غفر له بقراءتها زنوب خمسين سنة وحبه الله سبحانه وتعالى وادخله بها الجنة واما هذا الثواب الاتي فان الله عز وجل يهيئ لقارئ هذه الصورة المكثري من قراءتها ويرزقه من يصلي عليها يوم ما موته من عباد الله الصالحين الذين يشفعون فيه ما قصة هذه الكرامات لتلك الصورة ورد في عدد من المصادر الحديثية النبوية قصة جليلة عن فضل صحابي جليل اسمه معاوية ابن معاوية الموذني الليثي وفي فضل هذا الصحابي وحكاياته وقصته عن تلك الصورة الكريمة وفي هذه الكصة على من من اعلام النبوة اي معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما خلاصة القصة معاوية ابن معاوية الوزني توفى في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعت جنازاته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان خارج المدينة على بعد حوالي 780 كيلو في بلد تسمى تابوك وهي الآن في المملكة العربية السعودية والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على معاوية الموذني في اليوم الذي مات فيه في المدينة وقد كان عليه الصلاة والسلام في تابوك جاءه عليه الصلاة والسلام خبره وهو على بعد 780 كيلو من المدينة كان معاوية الموذني رضي الله عنه يقرأ تلك الصورة الكريمة جائيا وزاهبا قائما وقاعدا راكبا وماشيا وراكضا ونائما وعلى كل حال يعني الصورة دي مستغرقة عليه حياته فلما توفي معاوية الموذني نزل جبريل عليه السلام في 70 ألفا من الملائكة ووضع جبريل عليه السلام جناحه على الجبال فتواضعت وانخفضت فرأى النبي عليه الصلاة والسلام من مسافة 780 كيلو جنازة معاوية الموذني في المدينة فصلى عليه صلاة الجنازة وهو في تابوك قرب بلاد الشام وصلى معه الملائكة عليهم السلام في صفين من الملائكة خلفه في كل صف سبعون ألفا من الملائكة وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم طويت له الأرض حتى رأى موضع جنازة معاوية الموذني فصار كأنه أمامها يصلي عليها رغم أن بينه وبينها 780 كيلو وذلك كما جل الله عز وجل بيت المقدس لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع من رحلة الإسراء والمعراج فقال له الكفار سف لنا بيت المقدس الذي تزعم إنك ذهبت إليه في جزء من الليل ونحن نذهب إليه في خمسة عشر يوما فرفع الله بيت المقدس بين جبلين فرأاه النبي صلى الله عليه وسلم رأي العين وجلية له بيت المقدس فوصفاه مكانا مكانا وموضعا موضعا والناس يتعجبون من دقة وصفاه عليه الصلاة والسلام هو ده بالزبط الفضل اللي حصل لمعاوية الموزنية رضي الله عنه بسبب اكثاره لهذه الصورة المباركة فجل الله عز وجل موضع جنازته وهو بالمدينة للنبي عليه الصلاة والسلام إن تلك الصورة الكريمة التي حصلت بها هذه الكرامة العجيبة هي صورة نزلت في مكة كما قال أكثر العلماء وهي 47 حرفا وخمسة عشر كلمة وأربع آيات إنها صورة الإخلاص وإنما سميت بصورة الإخلاص لأنها خالصة في صفة الله تعالى ليس فيها الذكر جنة ولا نور ولا وعد ولا وعيد ولا أمر ولا نهي إلى أن فيها فقط صفة الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله أحد الله الصمت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العزيز تفاصيل القصة التي ذكرتها لكم يحكيها سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه فيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم غزيا في إحدى الغزوات بتابوك بالشام على بعد 780 كيلو من المدينة المنورة فطلعت الشمس في يوم بضياء ونور وشعاع لم نرها طلعت فيما مضى بمثله يعني الشمس على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا جبريل ما لي أرى الشمس اليوم من طلعت بضياءه نورا وشعاع لم أرها طلعت فيما مضى بمثل ما طلعت به اليوم فقال جبريل عليه الصلاة والسلام يا محمد إن معاوية ابن معاوية الموزني مات بالمدينة اليوم هتحب أن تصلي عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فضرب جبريل عليه السلام بجناعيه الأرض ففرج له عن الجبال والأكام أي التلال أو الأماكن المرتفعة انشق طريقا مباشر من مكان النبي عليه الصلاة والسلام في تابوك إلى المدينة المنورة فلم تبقى شجرة ولا أكمة هتلة أو مكان مرتفع إلا انخفضت وتبعبع له كل شيء ورفع له المحمل الذي هو عليه حتى نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم رأي العينين فصلى عليه وفي رواية قبض جبريل عليه السلام الأرض ودحى عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم كل حجرا ومضر أي تين لازق متلازق حتى صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه صفان من الملائكة في كل صفان سبعون ألفا من الملائكة فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا جبريل ما بلغ هذا هذه المنزلة من الله بما نال هذه المنزلة من أي شيء هتيا معاوية الموزني هذا الفضل وصلى عليه صفان من الملائكة كل صف سبعون ألفا من الملائكة وفرجت لي الأرض وتويت حتى صليت عليه فقال جبريل عليه السلام بحبه كل هو الله أحد وكراءته هيها وكان يكسر كراءة كل هو الله أحد بالليل والنهار جائيا وزاهبا قائما وقاعدا وعلى كل حال فهذا بلغ به ما بلغ هي منزلة عظيمة ثم يقول جبريل عليه السلام ولقد كنت أخاف على أمتك يا محمد حتى نزلت هذه الصورة أسأل الله وإياكم أن يجعلني من أهل صورة الإخلاص المستكثرين من كراءتها في الليل والنهار وفي كل الأحوال وأن يمن علينا ببركاتها العظيمة وفي الختام اللهم صعر على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا